اشتركوا في القناة مشاهدة ممتعة مليئة بالفائدة سنتعلم اليوم كيف تتكون الجبال وكيف تحت وأيضا سوف نتعلم المقارنة بين أنواع الجبال المختلفة وأيضا سوف نتعلم القوى التي تشكل جبال الأرض إذن هذا ما سنتعلمه اليوم من خلال هذا الدرس فكونوا معنا بينما كان يقوم محمد برحلة برية حول الطبيعة شاهد في طريقه أشخاص يقومون بتسلق كتل صخرية ضخمة على سطح الأرض مما أدى ذلك الموقف إلى ضرح تساؤلات لدى محمد ما هذه الكتل الصخرية وماذا تسمى؟ عزاء الطلاب والطالبات هل تستطيعون مساعدة محمد على الإجابة على تساؤلاته؟ تتوزع الجبال على سطح الأرض وتختلف في علوها من قمة إلى أخرى وأعلى قمة جبلية على الأرض هي قمة إفرست في جبال الهملاية سميت بذلك نسبة للعالم البريطاني جورج إفرست الذي اكتشف هذا الجبل في عام 1856 ميلادي ويقدر ارتفاعه بـ 8800 متر فوق سطح البحر يقى جبل إفرست على حدود الصين والنيبال وهو من الجبال الحديثة العمر من الناحية الجولوجية وقد تشكل هذا الجبل من طبقات الحجر الجيري وهو أعلى جبل في العالم ارتفاعا حيث يتجاوز ارتفاعه السحب وهذا ما جعله هدفا مغرية للمغامرين حيث من أفضل الرحلات التي يرغب فيها معظم الناس هي الرحلات الجبلية حيث توفر قممها المرتفعة مشاهد جميلة ويتنافس المغامرون في عملية تسلق الجبل للحصول على المشاهد من أعلى قمة في العالم علما أن تسلق هذا الجبل مليء بالمخاطر الكبيرة حيث يفقد بعض المغامرون ويموت آخرون نتيجة صعوبة التسلق وانخفاض درجة الحرارة والانزلاقات الصخرية والجليدية ومن الجدير بالذكر أن أول مغامر مسلم صاحب إنجاز غير مسبوق المغامر السعودي فاروق الزومان وذلك بأصوله إلى أعلى قمة إفيرست رافع عن صوت الأذان والقرآن الكريم وراية التوحيد من أعلى منارة في العالم وسجل وصوله في تمامة ساعة ثالثة مساء بتاريخ 21-5-2008 ميلادي أما في المملكة العربية السعودية فيزيد ارتفاع قمة جبل السودة على 3000 متر وهو أعلى جبل في المملكة حيث يقع جبل السودة في منطقة عسير وتطل السودة على مشاهد رائعة وخلابة من أجزاء مملكتنا الحبيبة يمكن أن تكون الجبال ذات قمم عالية أو تكون مستديرة وتعتمد وعورة الجبل على استمرار أو توقف تكوينه حيث تتميز قمم الجبال الحديثة بكونها مرتفعة وذات نهايات مدببة فجبال الهملاية مثلا ما زالت ترتفع بمقدار بضعة سنتيمترات كل سنة ولذلك نستطيع أن نقول أن الجبال الحديثة تتميز بقمم مرتفعة ذات نهايات مدببة بينما توقف تكوين العديد من الجبال القديمة منذ ملايين السنين فتكون قممها منبسطة قليلة الانحدار نتيجة طور التآكل وذلك بسبب تعرضها للحد وهو عن طريق الرياح الحاملة للرمل والتي تصطدم بالصخور وتعمل على حكها أو ما يسمى بالبري ولذلك نستطيع أن نقول أن الجبال القديمة تكون قممها منبسطة قليلة الحدار يوجد على الأرض أربعة أنواع مختلفة من الجبال بحسب طريقة نشئتها وهي جبال الكتل الصدعية وأيضا الجبال المطوية وكذلك الجبال الناهضة وأخيرا الجبال البركانية وكل نوع يتكون بطريقة مختلفة ويكون جبالا تختلف في الحجم نبدأ بالنوع الأول من الجبال وهي جبال تكونت نتيجة انزلاقات الكتل المتصدية ونتذكر سابقا أن قوة الشد تتولد في منطقة حدود الصفائح المتباعدة وتؤدي إلى تكون صدوع وحفر انهدام ونناحظ تأثير قوة شد من ناحية وأيضا بالمقابل قوة أخرى للشد مما يؤدي إلى انزلاقات كتل كبيرة إلى أسفل مكوناتا قمما ووديان ونلاحظ هنا نموذج لتكون الجبال عندما تقوم بسحب قطعة هشة من كلتا الجهتين وبقوة متعاكسة ينتج عنه تشقق للسطح وحدوث للصدوع وبالطريقة نفسها عندما تتعرض الصخور لقوة شد تتكون الصدوع وتمتاز الصخور السطحية عن الصخور في باطن الأرض بأنها هشة لذلك عندما تتعرض لقوة شد فإن كتلا منها تتحرك على طول الصدوع ومن الأمثلة على هذه الجبال جبال سييرا نفادا وهي في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية أما النوع الثاني من الجبال وهي المطوية وتحدث هذه الجبال نتيجة تأثير قوة ضغط شديد بسبب حركة صفيحتين قاريتين فكما تشاهد هذه صفيحة قارية وأخرى صفيحة قارية أدى التقاء الصفيحتين إلى التأثير بقوة من كلا الجانبين ونلاحظ تأثير القوة بفعل الضغط من كلا الجانبين ويسبب ذلك طي وثني الصخور وتتشكل الجبال المطوية وهي جبال تكونت نتيجة طي طبقات الصخور عند تعرضها لقوة الضغط ومن الأمثلة عليها جبال زاجروس وهي جبال مطوية نشأت بتأثير قوة الضغط الناجمة عن تقارب صفيحة أوراسيا والصفيحة العربية وهي توجد في إيران تتميز قمم الجبال الحديثة بكونها مرتفعة وذات نهايات مدببة يا ترى هل هذه العبارة صحيحة أم أنها خاطئة؟ إذن كما تلاحظون أعزائي الطلاب والطالبات أن هذه العبارة صحيحة وهذا يدلنا على أن قمم الجبال دائما تكون مرتفعة وذات نهايات مدببة كتل صخرية ضخمة مثنية ومنفصلة عن الصخور المجاورة بصدوع هل هي الجبال المطوية أم أنها الجبال الكتل الصدعية أم أنها الجبال الناهضة؟ يا ترى ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذن كما نلاحظ أن الإجابة هي الكتل الصدعية والتي تتميز بصدوع نتيجة الكتل الصخرية الضخمة التي تنثني وتنفصل عن الصخور نتي الآن للجبال الناهضة وتعد جبال الروكي الجنوبية في كولارادو والمكسيك مثالا على هذا النوع من الجبال ولكن كيف تكونت هذه الجبال؟ يتكون هذا النوع من الجبال عندما تعمل قوة من باطن الأرض إلى دفع القشرة الأرضية إلى أعلى فنلاحظ دور الصهارة في دفع القشرة وإرغامها إلى الصعود إلى أعلى مما نتج عنها كتل مرتفعة عن المجاورة عنها ومع مرور الزمن يتم تعريض طبقات الصخور الرسوبية فتنكشف الصخور النارية والمتحولة والتي تقع أسفلها نأتي الآن إلى النوع الآخر وهي الجبال البركانية وهي جبال تكونت من تدفق اللابة المنصهرة على سطح الأرض ومع مرور الزمن يؤدي تراكم طبقات اللابة إلى تكوين شكل مخروطي يسمى الجبل البركاني ويؤد الجبل الأبيض في المملكة العربية السعودية وفي منطقة خيبر مثالا على النوع من الجبال البركانية ولكن تتكون بعض الجبال البركانية عندما تغطو الصفيحة داخل الستار في منطقة الغوص أسفل الصفيحة أخرى فكما تلاحظ هنا صفيحة محيطية وأيضا في المقابل صفيحة أخرى أدى ذلك إلى الغماس أو غطس هذه الصفيحة إلى أسفل فتنصهر هذه الصفيحة مكونة صهارة كثافتها أقل من الصخور المجاورة لها فترتفع الصهارة ببطء حتى تصل إلى سطح الأرض لفق اللابة والرماد على سطح الأرض وتتراكم لتكون الجبال البركانية ولكن دعونا نتعرف على مكونات البركان فنجد أولا يوجد حجرة تسمى حجرة الصهارة وهو تجويف كبير تحت البركان وهذا التجويف يكون مملوء بالصهارة قد يقوم أيضا بتزويد أكثر من بركان بالصهارة وأيضا الصهارة وهو عبارة عن خليط مصهور حار من المواد الصخرية والغازات وأيضا نلاحظ العنبوب هو عبارة عن شق في الصخور يسمى العنبوب والذي يتدفق من خلاله الصهارة وأيضا الفتحة وهي تقوم بإيصال الصهارة من خلال العنبوب إلى قمة البركان وأخيرا الفوهة ويحيط فوهة البركان عادة بالفتحة وعادة تتراكم اللابة هنا قبل أن تتدفق على المنحدة علمت سابقا أن الجبال البركانية تتكون على اليابسة ولكن هل تعلم أن هذه الجبال تتكون أيضا في قاعة المحيط حيث يشكل ثوران البركان تحت الماء جبالا في قاعة البحار والتي تزداد في الارتفاع مع تراكم طبقات اللابة على سطحها درسنا سابقا منشأ قوة الضغط التي تسبب ثاني صخور القشرة أثناء عملية بناء الجبال لكن توجد قوة أخرى تعمل على إبقاء الجبال الأعلى من المناطق المحيطة بها فالتوازن يجعل قشرة الأرض تتصرف بنفس طريقة الجبال الجليدية فعندما تنصهر أجزاء من الجبال الجليدية يقل وزنها فتطفو أكثر مندفعة إلى أعلى وهذه الحالة تعادل أو توازن في قوة الطفو للماء في الأعلى مع قوة الجاذبية للأسفل وتتصرف الجبال الجليدية الطافية بطريقة مشابهة لما يحدث في قطعة الخشب حيث يتساوى قوة دفع الماء إلى أعلى مع قوة الوزن أو الجاذبية إلى أسفل وبناء عليها فإن الغلاف الصخري للأرض بما يحتويه من جبال يطفو على جزء من الستار ويدعى الغلاف اللدن وصلنا لتقويم ختامي ضع الرقم في المكان الصحيح واحد الجبال المطوية اختر ما يناسبها في العمود الآخر إذن كما نلاحظ أن الجبال المطوية تكونت نتيجة طيط طبقات الصخور عند تعرضها لقوة الضغط ناتر الآن الرقم 2 الجبال الناهضة اختر ما يناسبها في العمود الآخر إذن كما نلاحظ أن الجبال الناهضة تتكون عندما تعمل قوة من باطن الأرض على دفع القشراح إلى أعلى تبقى لدينا هنا خيار تتكون عندما تؤثر قوة الشد في الصفائح الأرضية في اتجاهين متعاكسين يترى عن ماذا نتحدث نحن نتحدث عن كتل الجبال المتصدية تعلمنا اليوم عن تكون الجبال وتحدثنا عن عمر الجبل والذي ينقسم إلى قسمين وهي الحديثة وهي تتميز بأن قمتها مرتفعة وذات نهايات مدببة أما القديمة فتكون قمتها منبسطة قليلة حدار نتيجة عوامل التآكل أو ما يسمى بالحت بعد ذلك تكلمنا عن أنواع الجبال وذكرنا النوع الأول الجبال كتل الصدعية وهي تتشكل عندما تؤثر قوة الشد في الصفائح في اتجاهين متعاكسين بعد ذلك ذكرنا النوع الآخر وهي الجبال المطوية تتكون نتيجة طي طبقات الصخور عند تعرضها لقوة الضبط بعد ذلك جبال الناهضة التي تتكون عندما تعمل قوة من باطن الأرض على دفع القشراه إلى آلة وبعد ذلك تكلمنا على الجبال البركانية حيث تتكون عندما تتدفق اللابة على سطح الأرض وتتراكم مع مرور الزمن بعد ذلك ذكرنا أنواع القوة الأخرى التي تعمل على التوازن وبناء عليها يطفو الغلاف الصخري للأرض فوق جزء من الستار يسمى الغلاف اللدن وصلنا إلى نهاية الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة